في العاصمة الاقتصادية أبيجون ورغم تنوع الأطباق الشعبية منها وعالمية إلا أن الأكلة الجزائرية تعرفت كيف تشق طريقها في هذا البلد من بوابة مطعم لا مامامية المتواجد في مدينة ماركوري نحاولنا بعمل المنزعة لتحليل المتواجد على أسوارEx. Os britين сим arguing ورغم تنور أمام المتواجد في المدينة ب counterparts تتعرف مطعم يقدم أطباقا جزائرية متنوعة لكن تميزه كان بطهي الطبق المردومة الجلية والجزائرية المتواجدة في كوديفوار جعلت من هذا المطعم مكانا للمي الشمل واستذكار أهم محاولة حطات البلد الأم الجزائر خاصة خلال شهر رمضان المبارك أنا عندي هنا سنين سيزون أنا عندي هنا في كوديفوارية الفرنسية الإطالية والألجيرية ولكن كل المنزل يأكل في الألجيرية بالنسبة للمردومات يوجد سكسير هنا لأنه أول مطعم يجب أن يأكل في الألجير خير سفير في القارة الإفريقية ومساهما في توسيع وانتشار التقاليد الجزائرية عبر مختلف أنحاء العالم